ومن رمالله ينضم إلينا الدكتور حنى عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لحماية المقدسات دكتور بعد التحية الاعتداءات الإسرائيلية على الكنائس والمسيحيين في الأراضي الفلسطينية متى بدأت وإلى أين وصلت عشية تيد الميلاد؟ الاعتداءات على الأملاك المسيحية بدأت منذ عام 1948 عندما تم الاستيلاء على 50% من ممتلكات المسيحيين في الجزء الغربي من مدينة الكدس المحتلة وأضافت إسرائيل للاستيلاء على 30% في حرب حزيران 1967 1967 لم يتبقى 20% من ممتلكات المسيحيين في مدينة الكدس ككل ناهيك عن تهجير ما يقارب 50 ألف مسيحي عام 1948 عندما هجرت إسرائيل أيام النكبة 950 ألف مواطن فلسطيني عدد المسيحيين في الكدس سنة 1922 كان 14700 نفر عام المسلمين كانوا 13400 نفر في عام 1947 وصل عدد المسيحية حوالي 47 ألف المسلمين أكثر من 30 ألف في ذلك الوقت وبالتالي بدأ عدد المسيحيين بالتناقص حتى عام 2000 وصلنا إلى 10984 نفر والآن عددنا لا يزيد عن أربعة آلاف نفر في مدينة الكدس المحتلة الهدف من وراء كل ذلك إسرائيل تريد تصوير الصراع بأنه صراع ديني بين اليهودية والإسلام ونحن كمسيحيين فلسطينيين نرفض ذلك جملة وتفصيلة ونعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وهمومنا مشتركة وقضية واحدة وبالتالي جاء ترامب في قراره في 16-2017 وقال بأن القدس يهودية بمعنى آخر نفى الوجود المسيحي والإسلامي في المدينة المقدسة واعتبرها مدينة يهودية خلافا عن ذلك أقرت إسرائيل في 19-07-2018 بأن حق تقرير المصير لليهود دون سواهم واعتبرت بأن فلسطين التاريخية اللي هي مسحتها 27 ألف فاصلة 27 في الألف كيلومتر مربع يهودية وعلى هذا الأساس الآن تتعامل إسرائيل ومع أمريكا وبعض الدول المتعاونة في هذا الاتجاه طيب دكتور بعد أن استولى الاحتلال الإسرائيلي على الكثير من الممتلكات المسيحية في الأراضي الفلسطينية وهجر أهلها ماذا فعل بهذه الممتلكات؟ هي فأولا عندما استولى تلاحظ استلاها على الكنيس في القدس الغربية هناك الكنيسة، هناك المحكمة العليا الإسرائيلية، هناك بيت رئيس الحكومة، هناك بنايات عالية جدا وبالتالي هي امتلكتها كأملاك دولة بالنسبة لها لإسرائيل هذا من جانب، والجانب الآخر يعني الأراضي حار حمامة يتسمى بالعبراني اللي هو جبل أبوغنين يقع في مدينة بيت صاحور هذه الأراضي كانت للروم الأرثدوكس كما أشرتم الآن هذه الأراضي أصبحت للمستوطنين إذن إسرائيل تستولى على الأديرة وعلى الكنيس وعلى الأراضي من جانب حكومية ومن جانب آخر للمستوطنين ناهيك عن جمعية العاد التي تقوم هي بالاستلاع على كل هذه الأراضي انتعلقت لمسيحيين أو مسلمين طيب دكتور هناك حديث عن محاولة الاسترجاع الممتلكات المسيحية التي اغتصبها الاحتلال الإسرائيلي هذه المحاولات هل أصفرت عن شيء حتى هذه اللحظة؟ بكل تأكيد لن تصفر عن أي شيء إسرائيل عندما تستولى على شيء لن ترجحه مهما دفعت من مبالغ ومهما حاولت عن أي طريق كانت عن طريق البلدان الأجنبية التي تواجدت فيها علاقات مع إسرائيل إلى آخره إسرائيل تريد الاستيلاء السياسي على البلد فلسطين وتهريب وطرد المسيحيين والمسلمين من الأراضي المقدسة واستيعاب كل اليهود الموجودين في العالم والذي يبلغ عددهم بتاريخ 31-12-2017 15.400.000 يهودي في إسرائيل لوحدها الآن يشكل العدد 43% من نسبة اليهود في العالم وبالتالي هم يريدون أن تكون فلسطين التاريخية يهودية الطابع نقطة وأول السطر أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من رمالة الدكتور حنة عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لحماية المقدسات